موسيقى السادسة تماما أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري أصدرت خلية الأعلام الأمني بيانا بشأن استهداف رتل للدعم اللوجستي على طريق التاجي وقالت أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل حويات لأحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي بداية طريق السريع الشعل الشمالي بغداد وأضفت أن ذلك أدى إلى أضرار بزجاج أحدى عجلات حماية الرتل أعلن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن دوائر الانتخابية ستختلف من محافظة لأخرى تبعا لظروف المحافظة ومكوناتها والنسابة السكانية لفتان إلى أن هناك حلول كثيرة لدوائر الانتخابية للمحافظات وقال البلداوي أن بعض الأطراف تتركز في منطقة معينة وتحاول أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة من أجل كسب أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة مضيفا أن هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن الدوائر الانتخابية حيث هناك من يحاول جعل المحافظة أكثر من دائرة في حين تعمل بعض الأطراف على جعل المحافظة دائرة واحدة مبينا أن أكثر من حل يتوفر للدوائر الانتخابية لخدمة المحافظات بما يتلأم مع طبيعة كل محافظة والكثافة السكانية دعا المدون والناشط المصلي محمد عباس إلى ضرورة سعي الشخصيات والكينات المجتمعية المصلية باتجاه إقرار القانون الانتخابي فيما يخص نينوى وفق صيغة يكون فيها مركز قضاء الموصل بجانبيه الأيمن والأيسر فقط دائرة انتخابية مستقلة وأضاف عباس في تدوينة له على فيسبوك أنه يجب على أن تكون دائرة الموصل بعيدا عن أي قضاء أو ناحية فيما تكون بقية مناطق نينوى ضمن دوائر انتخابية أخرى مشيرا إلى أنه وفق هذا التقسيم سيحصل أهل الموصل على حصة ثابتة حوالي 13 مقعدا كشفت مصادر مطلعة عن تحقيقات بشأن اختفاء وثائق وكتب رسمية تتعلق بعمل حكومة عادل عبد المهدي السابقة وتدور الاتهامات حول كون طاقم مكتبه وتحديدا مدير المكتب أبو جهاد الهاشم متورطا في أخفائها لتعلقها بقضايا مالية وأخرى أمنية ومخالفات إدارية وقالونية وبحسب المصادر ذاتها فإن مخاطبات ووثائق وكتبا رسمية يفترض أنها موجودة في مجلس الوزراء وتحديدا مكتب رئيس الوزراء تم إخفاؤها أو إتلافها من قبل الحكومة المستقيلة قبل تسليمها السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ويجري التحقيق بها وتتعلق بملفات وقضايا أمنية ومالية وأخرى لأوامر تعيينات وتوظيف وعقود لا تجد الحكومة الحالية لها أي أرشيف أو خلفيات أصدر البنك المركزي قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وخاطب البنك المركزي دائرة التحقيقات والحجوزات المصارف الحكومية والأهلية كافة بوضع حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأربعة عشر شخصا من بينهم رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة إياد بنيان وعمم البنك المركزي كتاب الحجز إلى المصارف كافة بناء على كتاب وزارة المالية المستند إلى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لعام 1977 المعدل والمتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدنين للحكومة ومن بينهم إياد بنيان قال رئيس الجبهة التركمانية نائب أرشد الصالحي أن كاركوك تتعرض إلى أكبر تغيير ديمغرافي وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وشرطة كاركوك تتحملان مسؤولية التجاوزات الحاصلة في أطراف المحافظة ودعا صالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أرسال لجنة للتحقيق بقضايا الفساد والتي تم تشكيلها برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف إلى كاركوك لتحقيق في التجاوزات الكبيرة التي تحصل في المحافظة شريطة عدم الرضوخ لضغوط سياسية قال مدير ناحية المحلبية عبد الرحمن حسن أن بلدية المحلبية بشرت منذ العام 2017 بأعمال تأهيل وأعمار الطرق ورفع وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية مشيرا إلى أنه تم إنجاز 85% من الأعمال والمشاريع وأوضح أن العمل تضمن إنشاء شوارع وطبليتها وعمل الأرصف والقوالب فضلا عن أعمال التنظيف بما يساهم في الارتقاء بالواقع الخدمي وأضف أنه يجري العمل على تطوير مشروع ماء المحلبية لتغطية أحياء الناحية وقرها مؤكدا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55% ومن المؤمل إكماله خلال الشهر القادم وفيما يخص مشروع زراعة النخيل أكد أنه تمت المباشرة فيه بالعام 2012 ومساحته 40 دونم لفتا إلى وجود ألف شجرة مثميرة انتقد المواطنون في الموصل القديم تلك العمل في مشروع شقق باب سنجار مشيرنا إلى أهمية هذه الشقق في تعويض المتضررة ببيوتهم حيث عبر المواطنون عن استياءهم من عدم إكمال الشقق إلى الآن في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من العوائل من دمار منازلهم ولا يجدون مأوالهم مطالبين الحكومة المحلية والجهات المعنية بالإسراع باستكمال بناء الشقق وضرورة صرف التعويضات للمتضررين لتخفيف من معاناتهم فضلا عن اتباع عدالة وتجنب الوساطة في توزيع الشقق على المحتاجين منهم حذر الاتحاد الأوروبي دولتي صربيا وكسفو من أنهما قد تقضيان على أمل انضمامهم للاتحاد بنقل سفارتهم لدى إسرائيل إلى القدس من جانبه قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر أستانو لا توجد دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي لها سفارة في القدس أي خطوات دبلوماسية من شأنها أن تشكك في الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن القدس تمثل مصدرا لقلق وأسف جديين وفي البلغراد بدأ المسؤولين يتراجعون عن تعهدهم الخاص بنقل السفارة إلى القدس حيث قال وزير الخارجية إيفيت ساداتسيتش إن القرار النهائي سيتعين مناقشته من قبل الحكومة وسوف يعتمد على عدد من العوامل منها تطورات العلاقة مع إسرائيل في المستقبل دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت موسكو إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة تسبيم المعارض الروسي أليكسي نافانلي جاء ذلك في بيان لباشليت أعربت خلاله عن سعادتها بالأخبار التي تفيد بخروج نافانلي من غيبوبته وقالت أدعو الحكومة الروسية إلى فتح أو التعاون بشكل كامل في تحقيق شامل وشفاف ومستقل وحيدي بشأن تسميم نافانلي وأضافت أنه حتى إن كان نافانلي شوكة في خاصيرة الحكومة فليس من الجيد أن يتم ببساطة إنكار أنه تعرض للتسميم وكان سفير الروسي لدى بريطانيا أندريك كيلن جدد رفض بلاده جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن تسميم زعيم المعارضة أليسكي نافانلي أعلنت أنقرة أن اليونان رفضت التفاوض بشأن أزمة شرق المتوسط حيث تواصل تركيا مناورات واسعة مع شمال قبرص وبينما قالت أثينا أنها لا تخشى أي تهديد عرضت موسكو والوساطة لحل الأزمة وقال وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو أن بلاده أبدت استعدادها للحوار إلا أن اليونان لم تستجب لأي مبادرات في هذا الشأن وأوضح أن أثينا وافقت بداية على المبادرة التي قدمها حلف شمال الأطلسي النيتو لعقد اجتماع بين القيادات العسكرية في البلدين لكنها رفضتها بعد ذلك وأكد أنه لا يوجد إجماع أوروبي على تأييد سلوك اليونان في شرق المتوسط مشير نيلة أن المنورات التي تجريها بلاده تنفذ في إطار قوانين النيتو نهاية الموجز شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة نهاية المتابعة إلى اللقاء